اشتركوا في القناة والارهاب وتواصل جهودها لدعم السلام والحوار والتعايش وفق رؤية الملكية لجلالة الملك المعظم ونوها معاليه بحزمة التشريعات والقوانين الوطنية التي تمتلكها البحرين في مكافحة العنف والارهاب مشيدا بجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومبادرتها التي تعزز دور المملكة في دعم الجهود الدولية لترسيخ حقوق الانسان جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس النواب في القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف التي عقدت على هامش اعمال الجمعية العامة السابعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة لاوندا بجمهورية انجولا واشار معاليه الى ان استمرار الحوارات البرلمانية حول مكافحة الارهاب والتطرف ومواصلة النقاشات المتعددة بين اعضاء البرلمانات حول ما يهدد الجهود التنموية في الدول يسهم في تكامل العمل والجهود بين الحكومات والبرلمانات من اجي وضع اطر برلمانية تساند جهود مكافحة الارهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر